تم منعه من دخول إحدى الدول العربية وأيضا تم إلغاء حلقته التي كانت مع الفنان أمير قرارة في برنامج سهرانين في مستوى عليه عدة قضايا اختصاب وتحرش في فرنسا تم وصفه بالمختصب وقضى عدد من السنوات في السجن الآن في جيحة جديدة روان بن حسين تظهر في أحضان سعد المجرد في حفلته في دبي بالكوبلات والأحضان تابعوا معنا بقي الفيديو ولا تنسوا يبدأ رأيكم فيديو جديد وفضيحة جديدة ومنتشر على موقع التواصل الاجتماعي روان بن حسين في أحضان سعد المجرد تتبادل معه الأحضان والكوبلات في البداية روان بن حسين جذبت الإنذار إليها بعد أن خسرت وزنها الزائد لتصبح عارضة أزياء تظهر في أهم المجلات في الوطن العربي تم زواجها من رجل أعمال لليبي يوسف المكيرف ولكن تم طلقها بفضيحة كبيرة أيضا منذ أشهر ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت أهتذرها لزوجها السابق وأبو ابنتها وقالت أعتذر لأبو ابنتي وأعتذر لابنتي على الخربطة اللي أنا سوتها على العنن وأكدت إنها ضحية نفسها لن أقول اليوم إني ضحية أنا ضحية نفسي وأنا غلطت بحقي نفسي إني ضليت في علاقة أظن فيها إنه من يجرحك سيدويك أنا حرقت نفسي بنفسي وأنا اعترفت إني أنا غلطانة ظهرت روان بن حسين وقالت إن زوجها اختصبها وخنها مع فتنيات تاليل ثم أصبها بمرض جنسي في جهة كبيرة الآن لروان بن حسين مع المغربي سعد المجرد تظهر في إحدى الحفلات بين أحضنه وتقبله وهو يقبل يديها دون أي خجل وهذا في دبي